موسيقى وعلى الأرض السلام أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح عنوان الحلقة هو من الكتاب المقدس بالحقيقة أن هذا العنوان هو عبارة عن أنشودة هذه الأنشودة رنمتها الملائكة في حقل الرعاة اليوم في بيت صحور في منطقة بيت لحم أو محيط بيت لحم وكانت الترنيمة تقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة ما أحوجنا إلى السلام بينما يستعد العالم المسيحي للاحتفال برئيس السلام بميلاد ربنا يسوع المسيح ولكن ما أحوجنا إلى هذا السلام ما هو نوع السلام اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس وما هي فكرة السلام أصلا ولماذا لم نتمتع بهذا السلام عبر الأزمنة والعصور ولسيما في شرقنا الأوسط ما في فترة أو مرحلة زمنية إلا واختبرنا الحروب والانقسامات والعداء والكرهية والحرب وطبعا الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس اللي عم بيدفع ثمنها الأبرياء من الأرامل من الأمهات الثكلة ومن الأيتام وطبعا من نقص الغذاء والوقود والكهرباء وكل أساسيات الحياة فما النفع من الحرب وما النفع من العداء والكرهية وهذه كانت أنشودة الملائكة وكأنها أمنية وكأنها نبوة وكأنها إرادة الله إرادة وخطة الله هي للسلام عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لأعطيكم آخرة ورجاء غرض الله أن الإنسان يعيش مبسوط يعيش سعيد يتمتع بالسلام الداخلي يتمتع بالسلام الحقيقي ولكن ما أحوجنا إلى هذا السلام في بلد السلام في أورشاليم مدينة السلام في الأرض المقدسة اللي وصلت منها رسالة وبشارة إنجيل السلام لكل العالم ما أحوجنا إلى هذا السلام فما هو الحل وما هو العلاج لهذا الموضوع ابقوا معي سنتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وموضوع حلقتنا اليوم في غاية الأهمية موضوع وعلى الأرض السلام يصرني أن أستضيف مرة أخرى صاحب مكان محبوب على القلوب العديدة الكثيرين وعلى قلبي شخصياً رجل الله دكتور سامح عزيز وهو أيضاً خادم للإنجيل أهلاً وسهلاً أخ سامح أهلاً وسهلاً يا أستيس نزار وشكراً للإستضافة أنت صاحب مكان شكراً ربني باركت أخ سامح يعني الموضوع عادةً نستخدمه في عزات أو تعليم في فترة الميلاد ولكن عم بشعر ما أحوجنا إلى هذا الموضوع في هذه الأيام وعلى الأرض السلام وهل فعلاً يعني فيه سلام فمن فضلك لما بتسمع العنوان عنوان هذا الموضوع إيه اللي بيدور في ذهنك بيدور في ذهني شعور بالألم الشديد أنه الفرصة الوحيدة للسلام على الأرض السلام الحقيقي مش الوهمي جاءت في المسيح وكل من شعوب الأرض التي تعرفت بالمسيح هي اللي تمتعت بهذا السلام العميق الحقيقي لكن بقيت الأرض لأنها رافضة للمسيح أو تجهله ما زالت في المعاناة والألم والحرب والصراع وهذا البؤس والأسع اللي بنشوف كل العالم يراه الآن ممثلاً في حرب دائرة الآن بين إسرائيل وحماس لكن الرجاء موجود الحل موجود المسيح أكيد اللي اسمه في الكتاب رئيس السلام واسمه رب السلام فهو كرئيس السلام هو وكإله السلام هو مصدر هذا السلام وهو منشئه في النفس إحنا اختبرناه ونعرفه نعرف هذا السلام نعرف ما يصنعه في قلوبنا وفي حياتنا نعرف كم الإنزعاج والخوف والتمزق الداخلي اللي كان في نفسنا واللي كان موجود بيننا وبين الناس طبعاً مش في حروب دموية زي اللي بيحدث لكن في علاقات إنسانية أو علاقات داخلية أو حتى علاقة الواحد مع نفسه فاختبرنا هذا التمزق والخوف والإنزعاج العنيف واختبرنا لما المسيح دخل القلب وغير حياة وتولدنا ولدنا جديدة وتبررنا بالإيمان اختبرنا هذا الهدوء الداخلي العميق حتى في وسط القلق أخ سامح طبعاً يعني الحاجة المذهلة والغريبة جداً لقلك كشخص يعني مولود في الأراضي المقدسة وعشت قريب من بحير الطبرية يعني قريب من جبل التطوبات وجبل التطوبات هو يعتبر في الجليل عند بحير الطبرية من أحب الأماكن لي شخصياً وفي أرشلي من أحب الأماكن لي هو بستان جثماني ولكن الشيء الغريب يعني حتى الرب قال أبغضوني بلا سبب والفكرة اللي أنا بستغرب لها أنه بلد المسيح منشوف مقاومة شرسة عنيفة ضد المسيح ومع أنه لم يفعل سوء ولم يفعل شر بل بالعكس حب الناس وضحى نفسه من أجل البشر ومع هذا طرى مقاومة شديدة شرسة مع كل احترامة من الطرفين من اليهودي ومن المسلم وللأسف هنا في الغرب حرب شرسة ضد المسيح وفي الشرق طبعاً إنكار ليسوع المسيح مع أنه لو لو هاي يعني أنا بحط كده شرطة تحب كلمة لو 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 قرأوا العزة على الجبل نعم ثلاث إصححات نعم ونفسي يعني زي المرة اللي فاتت أنه تعتبر مادة للتدريس نعم منهج دراسة لعالم كله بتغير نعم من تعليم المسيح اللي قال طوبة لصانعي هنيئاً لصانعي السلام السلام لأنه هو النور فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تستطع أن تغلبه والشيء المؤسف زي ما حضرتك قلتي أسيس أنه إحنا دلوقتي في الستوديو لما أضأنا النور الظلمة هربت نور المسيح الظلمة لا تهرب تظل ظلمة لأن هذه الظلمة الأدبية الأخلاقية المرتبطة بطبيعة الإنسان الفاسدة الساقطة تكره النور لذلك قتلوا وصلبوه لأنهم لا يريدوا النور أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة نعم على فكرة الآية دي بتخوف طبعاً ليه؟ لأن الناس مش بيكرهوا النور أحب الناس الظلمة أكثر من النور مع أنهم بيحبوا النور بعض الشيء بس بيحبوا الظلمة أكثر من النور لكن الآية اللي بعدها هي الحد الفاصل نعم لأن أعمالهم كانت شريرة من الأصل يعني بالزبط فعشان كده ليه في بلد المسيح المسيح مكروه إلى الآن وسيظل مكروه من كل إنسان تملكه الخطيئة ويملكه الشيطان سيظل مكروها فإذا هذا بقودنا للموضوع أن نرجع للأصل نعم يعني الإنسان فقد السلام نعم عن طريق الخطيئة عن طريق الخطيئة إذا ممكن تخبرنا قبل دخول الخطيئة السلام الكلمة في القواميس تعني تناسق العلاقات بين الناس بين الأمم تعني اللطف الراحة الراحة الداخلية تعني النظام تعني الترتيب تعني التخلص من التشويش الكلمة في اليوناني آيرين تعني في اللغة العبرية شلوم كلمة مشهورة جداً تعني التخلص من التشويش والإنزعاج خارجياً التخلص من الأعداء والحروب داخلياً الراحة في النفس الإنسانية والكلمة تعني الصحة والإزدهار والصحيح صح وإذا مرة في المرات كنت في أحد المؤتمرات كنا في السودان للأسف حتى ظروف السودان حالياً مؤسفة كانت من أحد الهيئات اسمها بريجز اللي بتساعد أطراف المجتمع المتصارعة إنها تحيا في سلام فجابوا كل القادة قادة جابوا سفراء الدول وجابوا رؤساء الجامعات وقادة المعاهد الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية وقادة كليات اللاهوت وعملوا مؤتمر حلو قوي وسموا المؤتمر Spirit of Peace Spirit of Jesus اسم المؤتمر وقالوا لي أدي محاضرة قلت لهم أنا مش عايز أحكي معاكم عن Spirit of Peace عايز أحكي معاكم عن Peace of the Spirit عايز أحكي معاكم السلام الداخلي لأن السلام الحقيقي هو داخلي وقلت لهم لو أصبح فيه سلام داخلي في النفس ستستطيع النفس البشرية أنها تصنع سلام في العلاقات لكن إذا كنت أنا داخليا في خصومة وفي حرب داخلية كيف هقدر أحبك وأنا متصرع مع نفسي كيف هقدر أصنع سلام معك ونكون في نسجام وتناسق وأنا داخليا ممزق بسبب الخطية قبل دخول الخطية كان الإنسان في سلام مع الله يأتي يهوى إلهيم الرب الإله أقنوم الإبن لآدم في الجنة في علاقة في منتهى السمو الله هو الخالق صاحب السيادة والسلطة وسلم لآدم وكالة مسؤولية الخليقة فالإنسان في سلام مع الله لما خلق لي حوى الإنسان آدم فيهم هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي دي أنا وهي واحد فهو في سلام مع زوجته في سلام مع الخليقة فيتسلطون على السمك البحر وعلى طيور السماء وعلى كل حيوانات الأرض في حالة من التناصق والإنسجام والتناغم والتناغم في كل شيء في كل الأبعاد داخليا وخارجيا في كل العلاقات دخلت الخطاية وتدمرت النفس داخليا فتدمرت العلاقات خارجيا ولن يمكن استعادة العلاقات خارجيا بدون استعادة السلام الداخلي فبمجرد ما دخلت الخطاية وأخطأ وعصى وأراد أن يصير مثل الله تحت هذه الخضعة الشيطانية أول ما سمعوا صوت الرب الإله أتيا بدأ الخافة اختبأ بدأ الهروب بدأ الخوف فقد السلام لما قالوا إيه اللي عملته قالوا المرأة التي جعلتها معي فقد السلام مع الله فقد السلام مع زوجته وتمردت الخليقة ولعنت الأرض الأرض اللي هو كان آدم سيدها تخرج له شوكا وحسكا تخرج له لعنة لعنت أصحح أربعة لأنها فتحت فاها وقبل الدم حبيل قالوا ملعون أنت من الأرض بدأت الأرض تهاجم الإنسان فالعلاقة مع الله فقدت العلاقة بين الإنسان وزوجته فقدت العلاقة بين الإنسان وأخوه قينه حبيل وصلت إلى القتل العلاقة بين الإنسان والخليقة فقدت تمزقت العلاقات فقد السلام فقد الإنسجام والتناغم ودخلت الأحزان والبؤس والشقاء والحروب وسفك الدم وإلى هذا اليوم ما زلنا نحصد نتائج الخطية اللي هي دمرت كل شيء نعم يعني دمرت العلاقات دمرت الشعوب يعني دخل استشرت وتفشت في كل يعني مؤسسات الحياة لأنه الإنسان في كل مكان أصبح زو طبيعة فسدة وكنا بالطبيعة أبناء الغضب أو أبناء المعصية فدائما وإحنا بنضحك مع الأباء والأمهات بنقول مين فيكو علم ابن العصيان لما كان طفل ولا واحد فيش ولا واحد فينا جاب ابنه قال له حبيبي أول ما قولك حاجة قولي لا أعصيني أطفالنا جاب العصيان منين من فساد الطبيعة فساد الطبيعة فمتوقع إيه مع بشر في كل مكان بفساد طبيعة متوقع إيه واحد هو ومراته اللي قال لحمن وعظمي لحمن من لحمي وعظمن من عظمي أنا وهي واحد في خلال ساعات بعض السقوط بيلوم الله على هذه المرأة طبق إيه ومع هذا الكتاب بالتسلسل ابتدأ بالتنبؤ عن مجيء مخلص نعم في إشعية تسعة ستة هذا المخلص مكتوب عنه رئيس السلام رئيس السلام ولكن يعني واحدة من الأمور الحزينة والمؤسفة عندما وقف يسوع على جبل الزيتون ورثة حالة أورشليم نعم في لوقع تسعة عشر مكتوب لو علمتي ما هو لسلامكي يعني اتخيل أنه رب السلام مثل ما ذكرت من الآيات نعم ورئيس السلام مصدر السلام نعم مدينة السلام مش فاهم ما هو للسلام نعم نعم واسمها مدينة السلام نعم نعم أورشليم اسمها مدينة السلام لم تعقل إلى خصته جاء وخصته لم تقبله كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم ودي المأساة الإنسانية أما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله ومن هنا بدأنا يعني حصل صلح في العلاقة بيننا وبين الله فأصبح فيه سلام مع الله وبدأنا نختبر السلام العميق الداخلي اللي أعطانا الهدوء والراحة الداخلية حتى في قلب المحن لكن مزال العالم لم يعرف المسيح وستظل الخطيئة مالكة إلى أن تأتي نفسه للمسيح وده الحل الوحيد للسلام مفيش حل آخر كل الحلول الأخرى عبارة عن شوية بوليتكس حلول خارجية لو صنع السلام زائف يعملوه شوية وبعد كده تقوم الحروب مرة أخرى بعد كده يشعروا بالتدمير فيحدأوا فيقوموا ناس يصنعوا بعض سلام وهمي وهذا اللي أنا كنت عاوز أسأل فيك لأن في بداية الحلقة ذكرت نقطتين كتير حلوين ذكرت أنه في سلام ما يسمى السلام الحقيقي نعم وبعدين لحظت أنك ذكرت أنه السلام الوهمي نعم إيه المقصود للسلام الوهمي؟ السلام الوهمي أن نحنا اللي هو يعني السلم معاهدة عاقد بالضبط بالضبط نصنع نصنع سلام خارجي بدون ما يكون الأمر في القلب فعبارة عن مجرد شكل خارجي فقط يعني في إحدى الدول العربية حصل فيها قتل وقتل وقتل بعدين قالوا رحين نعمل مصالحة وطنية مع مين؟ مع الناس الإرهابية نعم الحكومة تخيل؟ نعم بعدين قلت أنا في الكتاب المقدس يعني أي عهد عهد سلام نعم أو أي يعني بكون مبنى على أساسات طب إحنا أوكي الكل بيعلن انتصار وبهنه بعد ماذا عن الأرامل والأيتام والدمار والخراب والألاف الألاف التي ماتت بسبب صراعات ونزاعات وبعدين بالكبار بيهنه بعد وبيعملوا سلام أو معاهدة أكيد هذا سلام وهمي وهمي سلام وهمي لأنه مش مبني على بر أوكي مبني على إثم مبني على خطيئة حتى لو بيّنت الصورة حلوة من بره لا يمكن لا يمكن يكون سلام حقيقي لا يمكن لأنه فيه ثمن لأنه وفيه يعني يعني كل شيء فيه دفع ثمن لابد أكيد إن ما كانش هذا السلام مبني على أصص قانونية سليمة مستحيل يكون سلام حقيقي سيظل سلام وهمي وده اللي بنشوفه في طول التاريخ إحنا في طول التاريخ البشري إيه اللي بيحصل في طول التاريخ حروب وبعد كده معاهدات وتنهر المعاهدات وترجع الحروب وبعد كده معاهدات وحروب ليه ما فيش ولا مرة ما فيش ولا معاهدة نجحت ولا مرة تنجح مؤقتا لأنه سلام لأنه ما حصلش التغيير من جوه ما حصلش تغيير من جوه يعني أنا بتذكر كلام الرب يسوع في إنجيل يحنى لما قال للتلاميذ سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا العالم بيقدم سلام نعم بس من نوع آخر نعم العالم يقدم سلام مبني على ظروف خارجية مصالح ممكن مصالح معاهدات لابد أن نصنع السلام ليكون فيه بيننا اتفاقات عسكرية اتفاقات تجارية أو على الأقل لا نؤذي بعض لكن هم جو محبه بعض لكن أنا اللي بتطلع عليه أنا بتكلم يعني دلوقتي كشرق أوسط نعم إنه بيعملوا كل الحروبات وبعدين بهنوا بعض وبسلموا على بعض وخلاص يعني انسى وأنا بنسى ولكن ما فيش دفع ثمن مين يعني ما فيش محاسبة طب كل المسؤولين عن الإجرام مين لازم يحاسبهم والمسؤولين هم اللي عم بيعملوا المعاهدات السلمية نعم فهم هاجوا الشعوب المسكينة لتحت التصرفهم فقتلوا بعض والرؤساء في كرسيهم وعملوا تدمير مين يقدر يعوض أم فقدت ينصف المظلوم ابنها ولا الأرمل ولا اليتيم اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس مين يقدر يعوض حد فقد ابنه مين يقدر يعوض طفل فقط أبو أمه سيظل يتيما مين يقدر يعوض شخص مسكين يعيش بل كاد تدمر بيته هتبني له بيته على جروح على جروح داخلية بيعمل ليه في الجروح الداخلية دي بيعمل ليه في الرغبات الانتقامية العنيفة التي تدور في القلب اللي منشعها الخطيئة اللي هو لو طال في إيده سلاح يقتل بيه عدوه هيعمل في إيه هيصنع السلام لا هيقتله دي كراهية بشعة متفشية في القلب البشري وتحت صدار الدين وهل الوطن أصبح بدعة يعني أنا قرأت مقالة وعجبتني بصراحة مش كل مقالة بس بقتبس جزء منها أنه الوطن اللي المفروض يكون فيه مقومات الحياة نعم وليس مسببات الموت نعم فإحنا إلنا سنين كله موت بموت عداء كراهية انتقام ودائر بالدور نعم وبيجي رئيس وبيجي بتغير وهكذا بتتاخد أشكاله ألوانه وكذا بس القضية ما تحلتش من الأساس ومش هتتحل لا يمكن تتحل بعيدا المسيح لأنه لا يوجد بر حقيقي لأن السلام لابد أن يبنى على البر والبر هو رجوع كل شيء إلى وضعه الصحيح قدام الله لأن كلمة بر جاي من كلمة رايت R-I-G-H-T يعني يعني صح لا أنا عاوز أنه نطور على هالفكر هاي بس بحب بعطي فرصة لكل مشاهد يمكن أنت عم بتشاهدنا وحاسس في الألم اللي أنا حاسه بالذات لبلدي يعني أنا مش بجيش لأحدهم يعني 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 أكتر أرض نجسة اللي هي الأرض المقدسة ولكن خليني أسميها أرض المسيح لأنه في رجاء وفي أمل ولكن أعتقد أنه اللي بيتحل عن طريق السلام بكتير أفضل وأحسن عن طريق العداء والكرهية شو رأيك في هذا الموضوع بحب بس مع رأيك سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا عن وعلى الأرض السلام مثل ما ذكرت يعني قبل الفاصل أنهم يعني الحرب يعني بيروح ضحاياها الأبرياء وتدمر نفوسهم مع أنه الكبار بيسموها مصالحة وطنية وكله بقي على كرسيه بدون أي محاسبة بدون أي محاسبة تعتبر جرائم تعتبر جرائم المفروض يعني فيه محاسبة وبتشوف هذا بيخلق نوع من اليأس والكآبة والإحباط والانتقام والانتقام وعدم الرجاء لأنه مش ما خد حقه يعني المفروض حكومي للشعب نعم إذا الآية عكست يعني الحكومة أنه الشعب كله بس بيشتغل للحكومة نعم فترك نوع من الضغينة والإحساس بالانتقام وأنه لو صح حلو فعلا مثل ما ذكرت ولكن أنت ركزت على كلمة وأنا حبيت أنه نتوسع فيها في هذه المرحلة ذكرت أنه السلام من خلال البر البر ليه ذكرت هذه الجملة لأنه السلام الحقيقي سلام داخلي فقبل ما أصنع سلام خارجي لازم أنا داخليا أكون في سلام عشان أنا داخليا أكون في سلام لابد من أن الله يأتي ليشفي أعماق الداخلية لأنه كلمة السلام زي ما قلنا في الأول تعني الصحة فقدان السلام يعني فقدان الصحة أنا مش صحيح من الداخل أنا ممزق من الداخل فأنا محتاج شفاء داخلي محتاج علاج داخلي أنا أولا قبل أن أذهب إلى أي أخ أو أي أخت أو أي جهة حشان أصنع معا سلام واحدة من معاني السلام شلوم اللي هي الكمال اللي هي الكمال معناها أنت قطع وحدك بالضبط لا تتميز بالصحة والسعادة والرخاء والإزدهار والبركة والرحة والضمير والنفس كل أنواع البركة ده من السلام مرتبط في البركة لأنك أنت قطع واحدة وان بيس مش كده إحنا البشر من الداخل بسبب الخطيئة كم قطعة من جوه قطعة أشلاء أشلاء داخلية ممزق من الداخل فأنا محتاج وعالج داخليا مين يعالجني داخليا محدش عندي فقط المسيح لأنه الكبار اتصالحه والشعب ما في حد يأخذ حقه يعني إحنا قبل ما نعلن صلح مع شعوب أخرى خلينا أقول من الآخر يعني أنا بتكلم إسا كفلسطينيين قبل ما يكون في سلام مع إسرائيل أنا من جوه لازم أتمتع بالسلام نعم أنا لازم أحصل على السلام الداخلي نعم وطبعا أنا أقولها بكل جراءة ولكن بكل محبة وإنه إحنا كشعب لازم يكون في عنا التناغم والانسجام والمحبة وعدم الكرهي إذا إحنا الشعب ممزق فكيف نصنع السلام مستحيل مستحيل لأنه فقد الشيء لا يعطي لا يعطي ده مبدأ أكيد الكل موافق عليه فإذا كنت أنا داخليا في مرارة وفي كراهية شديدة وفي رغبة في قتل واحد الله خلق وزي ما خلقني فمعنى كده أنا من جوة محتاجة أتعالج الوحيد اللي يقدر يعالج الداخل لابد من صنع سلام داخلي هذا السلام الداخلي لابد أن يصنع بطريقة صحيحة على أساس من البر في العلاقة مع الله في العلاقة مع الله فقد السلام بسبب دخول الخطيئة عشان كده أصبح الإنسان خائف من الله مش في سلام مع الله فأصبح الإنسان في عداوة لله فهو ينظر إلى الله بخوف وبكره بدليل رغبته في صنع بدليل رغبته واستمراره في صنع الشر ليه؟ ليه؟ مش بيحب الله بيكره فإذا واضح أو بستشف من كلامك في سلام الله نعم وسلام مع الله نعم وإيه الفرق؟ السلام مع الله أي أنا كنت في حالة كراهية لله مش الله اللي بيكرهني الله لو بيكرهني ما يخلقنيش والإنسان مخلوق على صورة الله والإنسان مخلوق على صورة الله وحبته وعنايته نعم والله لو بيكرهني كان يدمرني من زمن ويقدر بكلمة يدمرني أنا ليه لسه موجود؟ لأنه بيحبني كل الإنسان لسه عايش على الأرض ليه؟ لأن الله بيحبه فعشان كده مش المشكلة أن الله في عدوة معي أنا في عدوة مع الله بسبب رغبتي الداخلية في العصيان فعشان كده إذا رجعت إلى الله بتوبة وهنا الله أرسل المسيح ليموت على الصليب ليضح حجر الأساس القانوني للبر لأن عشان السلام يرجع مع الله لابد من كفارة لرد حقوق الله في قصة أنا بحب أقولها على طول يا أسيس نزارة في يوم الأيام كان فيه رجل غني رأى اسمه فليمون اشترى عبد اسمه أونسيموس أونسيموس سرق في ليمون افترض أنا حضرتك في ليمون وأنا أونسيموس حضرتك السيد الحلو والرائع اللي نزلت سوق العبيد واشترتني أنا عبد عندك سرقتك وهربت فأنا سببت له خسائر وسببت لنفسي خسائر وأنا هارب منك أنا خايف منك مش كده من حقق قانونيا تعقبني في نفس الوقت أنا فقدت المأوى وفي نفس الوقت أنا مودان لأني سارق وهارب من سيدي دي حالة الإنسانية في العلاقة مع الله اتدخل بولس قبل ما يصنع سلام بين الاتنين في ليمون اللي هو حضرتك خسرت لابد من رد حقوقك قبل ما أونسيموس قبل ما أنا أرجع عندك البيت مرة أخرى قبل ما أنا العبد أرجع عندك البيت مرة أخرى لابد من رد حقوقك ليه ليكون رجوعي على أسس قانونية صحيحة من البر لو بولس جاء لك يا فليمون يا أسيس نزار أنت راجل غني وربنا موصح عليك والوقت سامح ده ده عبد غلبان والمسامح كريم فبيخليك تسامحني آه بس مش على أساس من البر حقوقك هدرت دلوقتي لما يروحوا يصنعوا سلام لو صنعوا سلام يا رب يقدروا يصنعوا هدنة وسلام مؤقت أحسن أحسن من الحرب طبعا أي سلام أفضل من أي حرب نعم أي سلام شكلي أفضل من الحرب هل هيقدروا يعملوا تعويضات للي قتلوا هل هيقدروا يعملوا تعويضات لما انكسرت قلوبهم في الطرفين لا والدول العربية في سوريا والعراق واليمن ولبيا والسودان واليمن السودان وأفغانستان مين دي يعوض هاي الأرواح اللي قتلت من إخوة يعني مسلمين قتلوا مين اللي يعوضهم والتعويض على أساس إيه فين الكبار سلمت عليه وصنعت سلام هدنة مين المحاسب إلى مين عشان كده بيصنعوا سلام مش على أساس من البر على حساب المظلومين وعلى حساب حقوق مهدرة بولس هو بيرجع أونسيموس لفليمون بيرجعوا لأساس من البر إزاي يا بولس لابد أن ترد حقوق في ليمون بالكامل نفس القصة إحنا لما هربنا من الله بسبب الخطيئة جاء المسيح ابن الله الحي ليرد لله حقوقه في مزمور تسعة وستين يقول آية خطيرة جدا حينئذ رددت الذي لم أخطفه إحنا خطفنا إحنا أهلنا الله بعسياننا إحنا كسرنا القوانين الإلعية ونستحق العقوبة وجي المسيح حمل العقوبة عننا ورد لله كل حقوقه فالآن نرجع لله على أساس من البر وهنا لما سلام مع الله بطريقة بربنا يسوع المسيح بطريقة قانونية بربنا يسوع المسيح بموته الكفاري على الصديم فإز قد تبررنا بالإيمان لما سلام مع الله بربنا يسوع المسيح وأنا بنصح كل مشاهد ترجع لحلقات ليكن نور حكيت عن حلقة رائعة جدا عن أنه كيف يحسب البر للشخص فعلا بنصحك أنك ترجع لهذه الحلقة واحدة من الآيات اللي بحبها كتير هي موجودة في أفسوس رسالة بولوس لكنيسة أفسوس إصحاحة اثنين بمحتوها أو يعني أنه أصغرها أنتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح وبيكمل يقول لأنه هو سلامنا وناقض الحائط المتوسط طبعا فيه يعني فيه عداء شديد بين اليهود وبين الأمم اليهودي كان بيعتبر الأمم نجس ولكن في أيام المسيح كان في منطقة تسمى دار الأمم وين المسيح طهر الهيكل وقال لليهود بيت بيت الصلاة لكل الشعوب لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص ولكن فيه كان حاجز وهذا الحاجز ممنوع دخول الأمم إلى منطقة اليهود اللي هي مناطق الأروقة رواق سليمان الكهنة النساء ومن الأروقة طبعا اللي هو الهيكل الدار الخارجية والقدس والقدس الأقدس ممنوع فيه يافطة مكتوب عليها أنه ممنوع دخول أي أمم وإلا يعني العقاب الموت والشيء الجميل أنه اكتشفوا هذه اليافطة موجودة حاليا في إسطنبول في المتحف وطبعا الأمم كان بيتطلع على اليهود اللي عقله ضيق واليهود بيتطلع على الأمم بالجهة الثانية نجس إلى آخره فإيه الحل هذا يهودي وهذا أمم فالحل كان بيسوع أنه جاب اليهود اللي آمن والأمم اللي آمن وعمل خليقة جديدة عمل جبلة جديدة نعم سماها الإنسان الجديد نعم فإذا لم يعد اليهود يهودي ولا الأمم صار الإنسان الجديد في شخص المسيح برجع بقول لو نعم لو الناس بتتبع تعليم المسيح لكان العالم أسعد يعني من أي فترة زمنية في الجزء اللي حضرتك قلته جابت ثلاث مرات قصة السلام هو سلامنا نعم وهنا لابد من المسيح هو هو سلامنا جعل الاثنين واحدا بعد كده صانعا سلام ده خلق الاثنين واحدا بعد كده بشركم بالسلام أنتم من الاثنين فعشان كده هو السلام فخلق الاثنين فصنع سلام في الانسان الجديد في الانسان الجديد اللي هو اليهودي الأممي الاثنين دول هما اليهودي الأممي بعد كده جاب اليهودي الأممي جابهم للآب فبشر بسلام أنتم فبشركم بالسلام أنتم البعيدين اللي هما الأمم والقاربين اللي هما اليهودي لأن به بالمسيح لنا اللي هما اليهودي الأمم كلينا اليهودي الأمم قدوم في روح واحد إنسان جديد جاي بالروح القدس إلى الآب يقول له يا أبا الآب وعش كده دلوقتي ممكن أشوف يهودي جل المسيح بوزي جل المسيح مسيحي جل المسيح مسيحي متدين خاطي جل المسيح ملحد جل المسيح بشوفهم كلهم قاعدين مع بعض بيحبوا بعض أيوة لا أنا عايش في الأراضي المقدسة يعني في ملد المسيح ديش أقول أراضي المقدسة فنشوف بعننا بتشوف أشخاص من خلفية هودية مؤمنين بالمسيح بتشوف أشخاص من خلفية إسلامية مؤمنين بالمسيح وشوف العلاقة ما أجملها السلام هنا على الأرض السلام لأن المسيح بشخصه العظيم لما سكن في القلب بالروح القدس خلقهم هما الاتنين واحدا ما بيقوش اتنين خلاص ما بقناش اتنين دايما نقول منال مراتي أسيس إحنا الاتنين واحد لو شعرنا أن إحنا اتنين معناه إحنا سقطنا إحنا سقطنا لو بديت أقول لها أنت كذا وهي بتقول لي أنا كذا وقال لها خلاص إحنا سقطنا لأن إحنا دلوقتي اتنين لا إحنا مش اتنين إحنا واحد إحنا واحد فالوحيد اللي قدر يصنع هذه الوحدة الحقيقية على أسس سليمة من البر فصنع سلام حقيقي صنع سلام حقيقي فهو ملكي صادق ملك البر وهو ملك شليم أي أرشليم هو ملك السلام ملك السلام هو ملك البر ملك السلام ولا يمكن السلام بدون البر ولا يمكن السلام يتم بدون رجوع النفس إلى الله لتنال التبرير بالإيمان لتنال السلام مع الله فتنال السلام الداخلي فتقدر تصنع السلام مع الآخرين لا يمكن يعني حتى في العصر الحديث شفنا غاندي نعم اللي استطاع أن يأخذ كل الهند ويحررها من الاستعمار البريطاني نعم بدون سفك دم نعم وشفنا معاهدة السلام بين مصر وبين إسرائيل نعم وبدون أي نقطة دم من ساعة ما كان فيه سلام إلى اليوم ما فيش طبعا في حالات خاصة مرات بسبب الكراهية ولكن دايما السلام بغض النظر شو شكله شو نوعه دايما جميل دايما جميل حتى لو كان شكلي حتى لو كان شكلي حتى لو كان وهمي يا ريت العالم يعيش في سلام وهمي ما سيحنا عاوزين الناس تعيش بسلام المسيح حتى لو رفضين المسيح اللي بنقولهم أنتم متجهين إلى الدينونة على الأقل ما تقتلوش بعض على الأقل يا أسيس دلوقتي لما نشوف منظر البلاد بعد الحروب لما نشوف المناظر في سوريا الحبيبة لما نشوف المناظر في العراق في السودان الخرطوم حاليا غزة المستوطنات في أي مكان نحن نحب الكل نحن نحب الكل نحن نحب الكل نحن نحن نحب كل الناس لما بنشوف بنشوف التدمير بنشوف عربية طبعا البيوت الجميلة والشوارع والميادين والحضائق والمستشفيات والمباني والفنادق والجرشات والعربيات والشجر مقاسي إحنا رجعنا كانت الأرض خاربة وخالية الله مش بيحب كده الوحيد اللي بيحب كده الشيطان يعني التركيز في رسالة يسوع المسيح وطبعا أنت عارف هذا الشيء كان تركيز المسيح على ملكوت الله نعم الملكوت الجديد ولا مرة كانت الأرض أغلى من النفس البشرية لا يمكن لأنه لدرجة أنه قال المسيح ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله يعني كل العالم وممتلكاته ما فيه تسواش مقابل نفس واحد لا يمكن أغلى أغلى كل نفس أغلى من كل هذه الكرة الأرضية كل نفس مخلوق على صورة الله نفس غالية خالدة خالدة دي كلها مديات النفس أغلى بتذكر في مؤتمر في باريس كان واحد إمام يعني كان من عدة طوايف نعم وكل واحد بشارك بكلمة أعجبتني شركة كلمة الإمام نعم وركز على أهمية النفس نعم وقال هذه العبارة عبارة كتابية نعم إنه الإنسان هو قدس أقداس الله صح صح أهم من المباني أهم من الكنايس أهم من الجوامع أكيد أهم من إنه الناس صورة في التعبير بيموت شهيد شهيد من أجل إيه هو موضوع هذا الاستشهادة رح أخصص له حلقة طبعا ولكن الناس بتعيش في أوهام وبتموت في أوهام نعم من غير ما حد يعطيها الحل ودائما المشكلة في الكتاب المقدس حتى القيادة 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 اللي سببت كل هالمقاسي اللي بتمر في العالم الشعوب بتوساق من القادة إذا ما كانتش الشعوب وعية وإذا كانوا القادة بيظلوا ضغطين على الشعوب لتظل غير وعية الشعوب بتوساق من القادة حسب أهواء القادة حسب رغبة يعني أنت ذكرت أنه حتى في البداية أنه قائن قتل هابيل وأنه ملعوني الأرض يعني فبقول دم أخيك يصرخ صارخ إلي من الأرض وكلمة دم يعني سوري بس في العبراني مكتوب دمي مش بالمفرد بالجمع بسيخة الجمع دماء أخيك وطبعاً لها تفسير بحسب أنا بحكي لك المشناة طبع اليهود أنه دماء لأنه الدم يعني ملأ كل كل المنطقة كان يعني بيفرش بكل مكان ولكن المعنى اللي بيشددوا عليه أنه دماء أخيك أنه أنت قتلت نفس وقتلت ذريته يعني كل الناس والأجيال اللي هي دماء بصيغة الجمع ولأجل هذا أنه جاء في المشناة تلمود اليهودي التعليم برضو اقتبسوا القرآن من التقليد اليهودي أنه من قتل نفساً هي أجت بعد قتل هابيل كمن قتل الناس أجمعين هاي كانت في المشناة اليهودي فالقتل اليوم يعني ناس اللي بتموت وبتقتل وللأسف باسم الدين نعم وبيفرح باسم الدين كمن قتل البشرية كلها كنت في أحد الدول اللي عانت عانت المر من الإرهاب الديني وبعد ما انتهى تم القضاء على الإرهاب بحرب قاسية تم القضاء عليه ظاهرياً لكنه حقيقةً النفوس في مرار عنيف الدولة عملت مصالحات دولة أخرى غير حضرتك زكرتها بس بعد ما عملت مصالحات الناس في مرار في مرار فليا صديقة بتخدم في أحد المناطق مع زوجات الإرهابين زوجات الإرهابين فبدأت تكلمهم عن السلام الداخلي الذي يصنعه المسيح وبتحكي معهم بتستخدم محاضرة عن التروما إن كلنا أصابتنا صدمة هائلة داخلية سببت لنا ألم بشع لابد أن نقرب ألمنا دي قدام الله وأنا بشجع كل إخوتي اللي ممكن يسمعوني في كل العالم من كل الخلفيات إذا كنت في هذه المرار الداخلي تعال قدام الله بهذا المرار الداخلي فقالت كنت بشجحهم إزاي اللي بيعرف يرسم بخليه يرسم اللي بيعرف يكتب بقوله لابد نحن نقر بهذا الألم الداخلي اكتب أو مش عارف تكتب ارسم مش عارف ترسم أو تكتب شخبط قملة الورقة كده يعني تعالف كلمة شخبط في المصر مش كده أيها فقال جت واحدة ست ملت الورقة شخبيط وهي باكية ومشت بعد كده رجعت لي تاني يوم بتقول لي مين هو إلهك فقالت لها أحكي للقصة يا أخ نزار فقالت لها أنا جوزي كان بيجيب السبايا هو بقية الإرهابيين ويختصبوهم بيحصل في كل حروب القذرة وبعد ما يختصبوهم يعلقوهم في السقف بحبال يعذبوهم بيحدث لكن اللي سمعتوا في القصة دي يا أخ نزار يعني أنا أنا صدمت قلت لي الصدس السبايا بيصرخوه فهذه السيدة وزوجات الإرهابيين كان يجيبوا سلك ويخيطوا تم السبايا عشان صرخوا تخيل هذه الأم اللي في يوم الأيام أم حنون زوجة فتاة الله خلقها ملياء عشان تعيش أم حنون بتمسك سلك معداني عشان تخيط تم فقالت أنا قديلي خمس سنين مش بنام صور وصوراخ السبايا يملأ أذني ويملأ عيني لم أعرف النوم إلا أمس لما بدت أقر بألامي قدام الله ونالت السلام يعني في ناس بتقتل عشان يعني يخدر ضميره بتلاقيه بيسكر بالليل بيشرب حتى يسكر عشان ينسى نعم ولكن أستغرب من الناس التي تقتل وتفرح وتشمت بالمقتول هذا النوعية من الناس للأسف هي شياطين ده شياطين لا شك ما في إنسان بيفرح بالقتل اللي بيفرح بالقتل مسكون بأرواح شريرة وهذا مسكنه مكانه أعماق أعماق الجحيم لا شك في التارترس في الجحيم لا شك لا شك لأن لا يمكن الله يخلق كراهية في قلوب الناس تجاه الناس لا يمكن الوحيدة لزي يخلق الكراهية الخطيئة والشيطان وأنا عايز أحكي أكتر عن الخطيئة الداخلية والفساد الداخلي قبل ما أتكلم عن دور الشيطان الخارجي لكنه لا شك فيه سيطرة روحية شيطانية على القتلة لا شك نعم لا شك يا خنزار لا شك وإنما كانوش يصرخوا لله يصرخوا للمسيح من أجل تحرير نفوسهم من هذه السيطرة الروحية الشيطانية سيظلوا هكذا إلى أن يتم ما قاله المسيح الذين يأخذونا بالسيف بالسيف يهلكون من يبغض أخاه فهو قاتل نفسي يعني الكتاب كمان برضو أنا حابب في المرحلة الأخيرة نعم نتكلم عن العلاج والحال بس محب بعطي فرصة كمان من فضلك إذا سمعت ويمكن بعض التعبيرات أثارت لأنه مش متعود تسمعها أيوة القتل هو روح شرير لأنه الكتاب يقول عن الشيطان أنه كان ذاك قتالا منذ البدء والإرهاب لا يأتي إلا ليصرخ ويذبح ويهلك قال يسوع أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا حديثنا عن وعلى الأرض السلام الآية اللي شفتوها هي فكر الله إرادة الله مخطط الله أن يكون عنا مستقبل وآخرة حلوة وجميلة جدا أنت ابتديت في الموضوع أنا مش عاوز في قدامك ست سبع دقايق بليز احكي لنا عن الفكرة اللي موجودة في قلبك الفكرة اللي موجودة في قلبي أنه إن لم ترجع النفس بتوبة حققية نادمة نادمة بقلب مكسور على كل هذه الخطايا الداخلية الكرع البغضة الرغبة في القتل الضغينة الضغينة الحقد الشديد هذا الغيز اللي أضع العقول ضيع العقول خلاص ضعت العقول اختفوا الحكماء فين الحكماء فين القادة الحكماء اللي قادرين يسيطروا على هذه الانفلات الانفلات القتل مش لقين فإذا ما رجعوش بصراخ داخلي بانكسار قدام الله ليعالج ويشفي القلب من الداخل وفيش غير واحد فقط اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين يا جميع الحزانة يا جميع المكسور القلوب يا جميع المختزين يا جميع الكارهين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم هو الوحيد اللي يقدر ربنا يسوع المسيح يخلص النفس من الداخل بتغيير بيعمله بخلق من جديد زي ما حضرتك كنت بتقول جاب اليهودي اللي ما يطقش الأممي جاب اليهودي والأممي وخلق يخلق الاثنين إنسانا وحدا جديدا صانعا سلاما فعشان كده إذا ما جاتش النفس بقرار إرادي بإرادتها بتوبة حقيقية بقلب مكسور أتذكر العشار في المثل في لوقة 18 وقف من بعيد لم يشأ أن يرفع عينيه في خجل إن أدركت النفس خطياء قدام الله تشعر بالخجل العميق زي كل مجرم بيعترف بخطياء في المحكمة وهو يشعر بالخجل من كسر القانون زي كل نفس تيجي قدام الله تحت تبكيت الضمير الداخلي أين لازم تسايقز الضمار لازم لازم تتحرك العقول عشان كده إيه اللي أنا بعمله ده أنا عايز أكمل مسك سلاح وقتل السايقز نخلي العقل يا السايقز خلي الضمير يا السايقز من الوحشية اللي تم ارتكابها حتى لو كانت الوحشية دي في صورة تشجيع القتل مجرد تشجيعها بس حتى لو ما بدتش إيه ده إزام اللازي يبغت أخيها فهو قتل نفس لأنه لو طال يمسك سلاح هيقتل لا والتحريد نفسه والتحريد طبعا والتحريد جريمة والتحريد جريمة فعشان كده تيجي النفس بانكسار قدام الله تصرخ لأن هذه الكراهية الداخلية دي الخطيئة الساكنة فينا بكل شرها لابد من الاعتراف بها قدام الله هنا بييجي ربنا يسوع بيخلق من جديد يطحر القلب من الداخل ينظف يخلق يطهر ينزع قلب الحجر دي كلوب حجرية دي كلوب لا تشعر إذا كان بيقتل ويهنق على القتل معناها إيه ده فقط الإحساس؟ ده فقط الإحساس فين الإنسانية؟ فين الإنسانية؟ يعني على الأقل في ناس بتقتل بس مضطرة تكون حزنانة على فعلتها أنا شفت إرهابيين تابوا ورجعوا للمسيح كل مرة كان بيقتل واحد منهم قال لي أنا قتل ذبحت تلاتين واحد قال لي أستيس نظار أنا كل مرة ضميري كان بيدمرني للدرجة يريد الانتحار للتخلص من عذاب الضمير فين الضمائر؟ فين العقل؟ إذا استفاقت العقول والضمائر وهنا اللي وراء العقول والضمائر أنا بشجع كل إخواتنا اللي بيسمعونا في روح الله العظيم اللي موجود في العالم بطريقة غير مرئية يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة بيقول لك جواك انت خاطي بيقول لك من جواك انت محتاج تأتي للمسيح ليبررك ليصنع سلاما حقيقيا رقم ثلاثة بيقول لك إذا رفضت كده انت ستأتي إلى الدينونة مش هتقف قدام محكمة بشرية هتقف قدام محكمة إلهية هتقول إيه؟ هتقول إيه في المحكمة الإلهية؟ مش تقدر تتكلم سيستد كل فم تعالى للمسيح الحل الوحيد للشفاء الداخلي وهنا نقدر نعيش في بر حقيقي وسلام حقيقي وهنا يحصل موسامحة ومصالحة واتفاق من القلب من القلب في يوم الأيام أبشلوم بعد ما قتل أخوه أمنون أيها هرب وداود رجعه يؤاب رجعه بعد ما يؤاب رجعه ده رجوع شكلي رجوع شكلي ما تبش ما تبش رجوع بدون توبة فعمل هدنة عمل مصالحة شكلي وسلام شكلي وبعد كده أبشلوم اتقلب على داود وخرب المملكة يعني موضوع جميل وطويل وحلو أنا بشكر الله من أجلك أخ سامح شكرا عسيس ربنا يكمل عمله ويستخدمك كرسول سلام وفعلا بتنشر إنجيل السلام في كل مكان ربنا يكافأك شكرا للإصدافة وشكرا للكلمة المقدمة لكل العالم آمين آمين يا رب الكتاب المقدس واضح لا سلام للأشرار وأنا بدعوك إنك التوب فعلا لأنه هذا السلام بتحصل عليه بعمل إلهي بقوة روح الله القدوس بتتبرر أمام الله عندها أنت بتحصل على البر والفرح والسلام بالحقيقة هذا هو ملكوت الله عندما تتوج المسيح رب على حياتك لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل فرح وسلام وبر في الروح القدس وهذا السلام بيزداد ويوم للأيام رئيس السلام رح يرجع ويثبت السلام ولكن بيبتدي من خلال إيمانك بالرب يسوع المسيح يملك على قلبك وحياتك كما قال الرسول بولس وليملك في قلوبكم سلام المسيح وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع هل تريد أن تختبر السلام الحقيقي وليس الوهمي هو تعال اعترف بخطياتك توب عنها آمن بالرب يسوع المسيح سلم حياتك اقبلوا رب ومخلص لحياتك عندها ستتمتع بالسلام الرب معك اشتركوا في القناة